أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في مصر النهاردة الاثنين تمانية سبعة الفين أربعة وعشرين شهدت السلع الأساسية بالأسواق تفاوتا في الأسعار بنستعرض لحضراتكم أسعار السلع بحسب آخر تحديث للأسعار وزي ما هقولوا لحضراتكم أن الأسعار تختلف من منطقة الأخرى ولكن ده متوسط السعر في السوق المصري بالنسبة للرز سجل كيلو منه من أربعة وتلاتين لأربعين جنيه والمكرونة بيبدأ كيلو من ستة وعشرين لاتنين وتلاتين جنيه والدقيق بيبدأ من أربعة وعشرين لتمانية وعشرين جنيه بالنسبة لسعر السمنة وزن كيلو ونص في حدود المية وتلاتين جنيه والاتنين كيلو في حدود المية خمسة وسبعين جنيه بالنسبة للزيت الخليط ستين جنيه للتر وزيت عباد لتر حوالي تسعين جنيه وسعر زيت الدورة لتر ونص حوالي 150 جنيه بالنسبة لإزازة زيت الزتون النص كيلو أو النص لتر في حدود 230 جنيه بالنسبة للسكر بيلعب من 35 إلى 40 جنيه بالنسبة للفول المعبئ النهاردة سجل من 30 إلى 45 جنيه للكيلو بالنسبة للجبنة البيضة سجلت من 120 إلى 160 جنيه للكيلو والجبنة الرومي في حدود من 240 إلى 270 جنيه للكيلو اللبن السايف في حدود من 28 إلى 35 جنيه للكيلو واللبن المعبئ من 40 إلى 45 جنيه للكيلو بالنسبة للزبدة الخليط حوالي من 120 إلى 150 جنيه للكيلو برطمان الصلصة 360 جنيه في حدود 25 جنيه كرتونة البيض في حدود من 135 إلى 150 جنيه وكيلو الشاي في حدود من 240 إلى 260 جنيه والعدس المعبئ صحيح حوالي من 45 إلى 60 جنيه للكيلو بيطلوح سعر كيلو اللحم البتيلو ما بين 350 و 400 جليه